اسمحوا لنا كده يعني نقدم لحضراتكم يعني هذا البيان من النيابة العامة وهو من النائب العام مكتب النائب العام بخصوص مقتل المزيعة شيماء جمال النيابة العامة بتنفي صحة المتداول حول التحقيقات في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مسورة بمواقع تواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقع وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه وحبسه احتياطيا بغير سند وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات فضلا عن استغلال البعض الواقع للإهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى بدعوة وضع اعتبار لطبيعة وظيفة الزوج المجني عليها المتهم بقتلها على خلاف المفترض وغير المتقبل حدوثه وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولا أن المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها وبعد ظهور الجثمان أبدأ رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال التي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابه الجريمة وذلك بفترة ووضعها لذلك وضع الخطة معا لقتلها وقبول مساعدته في تنفيذ هذا المخطط وقيمهما بدفنها سويا عقب قتلها نظير مبلغ مالي وعد به فقد اتفق عليه مما يجعل ذلك متهما بوصفه فاعلا أصليا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكذلك قررت المحكمة المختصة مد حبسه هذا وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئها كانت قد تتبعت خط سير الجانيين يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها وأجرت أيضا تفتيشا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة وفحصت عددا من الأجهزة الإلكترونية التي منها ما أتلف عمدا لإخفاء ما به من معلومات فانتهت النيابة العامة أيضا وندبت خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها كما استجوبت أيضا النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المبين تفصيليا وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها وفحص الأثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمصرح الجريمة والاستعلام أيضا من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجرع عبر شرائح هاتفية محددة وتحديد نطاق هذه الشرائح الجغرافية وقت الحادث واستدعاء أيضا من لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري اخترت النيابة العامة بالقاء القبض على زوج يعني النيابة العامة الحقيقة يعني اخترت وتم القبض على زوج المجني عليها نفاذا لأمر ضبطه وأحضاره وجاري عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالجميع وبكل المتعاملين إلى عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول طول الوقت حول الوقع وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة وأيضا بعض الأخبار المتسوس بسوء قصد للإهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها وهو أمر بديهي وأيضا يعني بديهي كذبه أكيد وغير متصور حدوثه أبدا ومعاقب قانونا من يروجه ومن يعني يقترف أو من يعني يقوم باقتراف أو تقديم بعض المعلومات الكاذبة ومن يضيع عمدا بسوء قصد وأيضا فإن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يتم تحديده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بهذه الأشياء كما تؤكد النيابة العامة حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوة أو غيرها في أسرع وقت بلوغا للعدالة الناجزة وأيضا موازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون دائما بملابسات كل وقعة وما تقتدي وأيضا تقوم به من إجراءات التحقيق في كل واحدة منها وما تتطلبه من مواءمة وملاءمة بين أيضا التصريح والبيان والسرية والكتمان ضمانا لكشف الحقيقة دون نقص وإقامة الدليل وترابطه دون عجز وهو ما قد تختلف معه أيضا مدد إنجاز التحقيقات في كل دعوة دون طباطه غير مقبول أو إرجاء غير مبرر أو تمييز لأحد عن أحد غير أيضا متصور حدوثه الحقيقة هي رسالة وعقيدة عمل للنيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق بوصفها جزءا لا يتجزأ منه أبدا هي تمثل دائما تمثيل للمجتمع والنيابة باستقلالية تامة مكفولة دون تمييز أو تحيز أو محباة أو مجاملة تحقيقا للعدالة الناجزة وتوديدا أيضا للأمن القومي الاجتماعي المنشود في ظل دولة سيادة الدستور والقانون بمصر الحقيقة كان مهم جدا أن نقرأ لحضراتكم هذا البيان والبيان واضح جدا وأعتقد أهم ما جاء في هذا البيان بأن نحن نترك النيابة العامة بما تقوم به من تحقيقات ومن ملبسات لابد أن نيابة تأخذ وقتها وهي لها الحق في كل شيء حتى تقدم العدالة الناجزة البيان كمان فيه أيضا أن الناس تتحرد دقة والناس اللي هي بغرض الإشعاعات أو الكلام أو أن الناس تفضل تشير حاجات غير مسؤولة وغير منطقية وبلا معلومات البيان واضح وأعتقد هو سلام وأمان لنا جميعا لأن الأمن الاجتماعي والسلام الاجتماعي أعتقد مهم جدا وطالما أننا أمام القضاء المصري فأعتقد خطوة إلى الوراء لأننا نحترم قضاءنا المصري العريق